السقوط دي المدنيين بصور اللي شفناها وكنشوفوها الصوتي والصورة كنظن بأنه وصل لواحد المستوى دي البشاعة رهيب جدا السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة في هذا الفيديو الجديد وقبل البدء في موضوعنا لابد أن أتقاسم معكم بعض المعلومات بحل هذه المعلومات التي نشرت على صفحة رسمية منتدى فارمروك وهذه هي الصفحة الرسمية التي تنشر أخبار الجيش الملكي المغربي ما الذي خلالها الرسمية؟ هي أنها معتمدة من طرف الصحافة المغربية والأجنبية من أجل استيقاء المعلومات التي تخص الجيش المغربي بالرغم أن الجيش المغربي لم يعلن عنها صفحة رسمية إلا أنه من خلالها تخرج أخبار رسمية ومن خلالها الصحافة الأجنبية والمغربية كتأخذ المعلومات ديالها ما يعني أن الجيش المغربي لا يريد أن يخاطب على المغاربة ولا العالم بوحد الصفة التي هي رسمية ومن خلال صفحة رسمية داير صفحة على الفيسبوك وينشر هذه المعلومات ويتبنى العديد من القضايا لغدف نفس النهج ونفس الخط ديال النظام المغربي فما الغريب هو أنه في هذا المنشور هذا هو أنه بعد صدور بلاغ ديوان الملكي الذي كان يتضامن فيه مع الإسرائيليين ويستنكر عملية طوفان الأقصى خرجت هذه الصفحة ديال الجيش المغربي ودير طاق أو اسم مكتوب عليه السيوف الحديدية والسيوف الحديدية هو العبارة التي اختارها الجيش الإسرائيلي لتسمية عملية الرد على ما قامت به الفصائل الفلسطينية فنحن نريد أن نعرف واش هذا الجيش المغربي ولا الجيش الإسرائيلي الذي أصبح يتنفس بكل ما هو صهيوني وينطق بكل ما هو صهيوني وليس الجيش وحده بل النظام بأكمله من خلال وزارة الخارجية وبيانتها من خلال البلاغات ديال القاصر الملكي وديال تعبير لمحمد السادس عن رأيه والطامة الكبرى هي هذا البيان الذي نشاهده أمامنا والذي أصدره السفير الإسرائيلي بالمغرب دافيد كوفرين الذي اغتصب وتحرش بمغربيات ولم يتم معاقبته بل تم معاقبة الضحايا دياله بطي الملف ديالهم أخلى وهو يمارس لعمل دياله هذا السيد بعد عملية طفان الأقصى خارج ببيان من قلب الرباط باسم إسرائيل يهدد فيه الفلسطينيين ويصفهم بالإرهابيين من قلب الرباط هذا بالنسبة للناس الذين يتكلمون على السيادة ديال المغرب فمن كثرة الجهل الذي أصاب القوم يعني يتكلمون عن مصطلحات دون أن يفهموا شنوه هو المعنى دياله فالسيادة يعني تختزل عندهم فقط كلمة عاش الماليك وسيدنا وكذا كذا لكن باشي جي يعني ممتل لكيان آخر من قلب الدولة ديالك وفوق أرضها ويهدد دولة أخرى بعمليات إرهابية ويصفهم بالإرهابيين فهذا أصبح يعتبر نفسه صاحب أرض وليس ممتل لكيان آخر الناس في إسرائيل السياسيين العسكريين أصبحوا يعتبرون أنفسهم يعني أن المغرب هو البلدية لهم لذلك فأصبحنا نرى بلاغات من القصر الملكي تخرج مساندة لإسرائيل نرى بلاغات تخرج من السفارة الإسرائيل تساند إسرائيل وتتهم فلسطينيين بالإرهاب حتى على المستوى الإعلامي نرى المتصينين يتمنوا يعني أن القضية ديال طوفان الأقصى أنها يعني عمليات إرهابية وأن الإسرائيليين هم ضحايا مدنيون فبالنسبة للناس الذين دائما ما يفتخرون بأن لدينا جالية مغربية مقيمة بإسرائيل دون توضيح السورة فقط يتمدون على إرسال الكلام بوحد الطريقة اللي هي عبتية دون توضيح الأمور فعندما نتكلم على جالية يهودية مغربية بإسرائيل أو يهود مغاربة رهم في إسرائيل هذا ليسوا مدنييني أظهرت عملية طوفان الأقصى أن هناك عدد كبير من أفراد الجيش الإسرائيلي من أصول مغربية وهم الذين يفتخروا بهم العديد من المطبعين ومن المتصينين منهم هذا الجوج ديال النمديج هو ساهر محلوف ونسيم لوفي جوج ديال الجنود الإسرائيليين فهناك العشرات من الجنود الإسرائيليين من أصول مغربية الذين يفتخروا بهم المطبعون فالكلام دائما يكون عن يهود مغاربة مقيمين في إسرائيل أو إسرائيليين ذو أصول مغربية فهؤلاء كلهم جنود يقاتلون في الجيش الإسرائيلي لسفك دماء النساء والأطفال والأبرياء والمدنيين فأنا لا أرى مجالا للافتخار بمثلي هؤلاء مدام بدأت الصورة تتضح ونجيو دبع للثعبان الأقرع الذي رأيته بالأمس مهزوما مضحورا في عقر داره وعلى صفحته بالرغم أن هذا السيد يمنع التعليقات على المغاربة إلا من طابت له نفسه من بعض المخابراتيين والمقربين والعياشة فالكونه أنه منع المغاربة من التعليقات فهذا لا يعني أنهم لا يبدون آراءهم فيه فننشر هذه الشعلة الصفحة الرسمية عبر المغاربة بالسخرية على المحتوى الذي بدأ يقدمه فما هو صاب يتضامن مع فلسطين لأن الموجة العارمة ديال المغاربة كانت متضامنة مع الفلسطينيين وفرحة يعني بالرغم من أنه ليس نصرا كبيرا إلا أنه كان إنجازا كبيرا أن يخرج من غزة مثل ما شاهدنا بالرغم الضحايا وردة الفعل الإسرائيلية والعديد من الأشياء إلا أن هذا السيد وجد نفسه محرجا تائها ما كيقول تاشي حاجة تيدخل ويخرج في الهدراء يقدم ويؤخر ويعرض وما عارفش كيفاش يدوز باش يوصل الفكرة دياله لأن فكرته هي متماشية مع فكرة النظام متماشية مع فكرة أحمد الشرعي البطرون دياله اللي كيخلصه إلا أن هاد الناس وجدوا نفسهم محاصرين محاصرين من طرف الرأي العام المغربي لذلك أنا أؤكد التعبير للرأي عند المغاربة مخشي يخافوا منه أي حاجة يقولوها يخافوا منها عبر عن رأيك لأن هاد الناس يبذلون الملايير من أجل إيصال فكرة واحدة هو أن الرأي العام المغربي قلت لكم مش حال هادي أنهم ولو كيهضروا باللسانكم كيقولوا أن الشعب المغربي يفكر هكذا أن الشعب المغربي في مجماله مطبعون ويتعاملوا معه طبيع لكن تبين كي نقول من تحت الفاس في الراس تبين أن هذا الشيء اللي يخطروا عليه ملايير منذ سنين اختفى وتهاوى وسقطت الأسطورة في لحظة واحدة وتبين أن جميع الشعب المغربي متضامن مع فلسطين إلا بعض الخوانة مثل هذا والأتباع دياله لذلك فأنا دائما أقول وجب محاصرة هذا الخوانة ولو بالكلمة يعني التعبير عن الرأي وتبين أنك تختلف معه فالرأي على جميع المستويات يحاصره لأن ده باش نشفنا شفنا أنه إحنا كان عرفوه أنه إسرائيلي الهوى ودائما ما كان يأخذ صور مع العالم الإسرائيلي ويتفخر بالجيش الإسرائيلي عندما دخل المغرب وأي حاجة فيها إسرائيل والمغرب يستعرضها بفخرين وبالقليبات وبالترابود المغرب وكذا على صفحته إلا أنه اليوم الشعب المغربي حاصره وخلاوه ما لا لازم التعبير على الرأي دياله ما قدرش يهضر ويعبر بكل حرية وما قدرش في نفس الوقت أنه يستنكر ولا يتظاهر بأنه مع الفلسطينيين فبقى في حي صبا بقى تيدخل وتيخرج في الهضراء يعني أطالع مدة هذا اللقاء وما قلتش حاجة وهو كيقول لك لواء دماء مازال سخونة ما يمكنناش نهضره كيهضر على ضحايا ما كيحددش واش كيهضر على الإسرائيليين ولا على الفلسطينيين لأن السيد أصبح يخشع فالرأي العام المغربي عندما يتكلم يخيف البياضق ويكفي أن نقوم بعرض يعني عينة من التعليقات اللي دازت على الصفحة دياله تعرفوا شون هي على الصفحة دياله يعني هذه السنين هو أخذ دام عليها يعني من المفروض أنك تكون يعني يصرف عليك أموال المخابرات أموال الدولة والدخلية والإعلام أنك تكون شكلتي الرأي العام وعندك المتابعين ديالك على الأقل عندهم توجه معين إلا أنك فوست تيران ديالك وتأخذ بالنعالي على صلعتك يعني ما كيش لك يقولها فيك زوينة والكل مجمع على مخالفتك وعلى أن الشارع المغربي مع فلسطين ضد إسرائيل فتهاوت أسطورة أن المغرب طبع على المستوى الشعبي فيبقى التطبيع على المستوى الرسمي فقط النظام والأدناب دياله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة